أول خبر عندنا في اتصال هاتفي مع الكابتن محمود الخطيب من رئيس الرجاء المغربي الشقيق يؤكد الترحاب ببعثة النادي الأهل الحقيقة تلقى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصال هاتفياً ظهر اليوم من السيد عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الشقيق واللي أكد من خلال هذه المكالمة على الترحاب ببعثة النادي الأهلي في المغرب وتقديم كل المعاونة لها بما يعقص كل عمق العلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين شدد رئيس الرجاء على أن مباراة القرى تنتهي لكن تبقى العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين فيما وجه طبعاً الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية لرئيس الرجاء على اتصاله وعلى ملاقته بعثة النادي الأهلي من استقبال وكرم ديافة مشير أن النادي الأهلي يضع علاقاته الطيبة بأشقاءه من الأندية العربية في المرتبة الأولى وقال كابتن محمود الخطيب أنه يعتز دوماً بالودة الذي يربطه بالأشقاء في الأندية المغربية وتمنى رئيس النادي الأهلي أن تخرج المباراة الغد بالشكل الحضاري الرائع الذي يليه بمكانة الكرة المصرية والمغربية خبر ثاني الغزاوي بيشكر مسؤول مجلس مقاطعة تعين السبع محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بحثتنا في المغرب بيوجه الشكر لمجلس مقاطعة تعين السبع بمدينة الدار البيضاء على جهدهم على مدار الأيام الماضية أكد الغزاوي أن ما وجدته البعثة من ترحيب كبير وتعاون مستمر خلال تدريبات الفريق على ملعب العربي الزوالي يعكس العلاقات الطيبة التي تربط الناديين وكافة الأندية والمؤسسات المغربية وأن ذلك ليس غريبا على الأشقاء في المغرب بشكل عام أشار كمان الغزاوي إلى التقدير الشديد من بعثة النادي الأهلي لكل الجهود التي قام بها مجلس إدارة المقاطعة برئاسة يوسف لحسيني وتوفير كل الأجواء المناسبة للفريق خلال التدريبات طبعا استعدادا للمواجهة المرتقبة إن شاء الله بكرة أمام الرجاء المغربي طيب خبر على مستوى مديرنا الفني كولر كولر يقول أنه جاهز لمباراة الرجاء واللعبين لديهم خبرات كثيرة جدا في مثل هذه الأمور وكولر على فكرة يعني دايما في تصرحاته بيقول أنه مهتم والراجل بري بروفيشنل زي ما اتكلمت معاكم في الحلقة اللي فاتت كل تصرحات مارسل كولر الحقيقة تصرحات هادية بتدل على هدوءه وكمان في الملعب اللي بيشوفه هو يعني مدرب هادي مش مدرب عصبي ولكن يعني بيدير المباريات الحقيقة بشكل أكثر من رائع سواء على مستوى التغييرات على مستوى بداية المباراة إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا بكرة استشاري التغذية بيجهز برنامج خاص لللاعبين طبعا الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية بفريق الكرة بالنادي الأهلي قام بوضع برنامج خاص لللاعبين قبل مواجهة الرجاء بكرة إن شاء الله في إياب دور ربع النهائي من بطولة أفريقيا وأوضح إن برنامج التغذية الخاص باللاعبين تم وضعه بناء على التحليل والقياسات اللي خضع عليها اللاعبون ووفقا لحاجة كل لاعب بنسب معينة من الفيتامينز والمعادن وده أكيد بتساعد على تقليل فرص التعرض للتقلصات العضلية خاصة مع تلاحم المباريات في الفترة الأخيرة كمان كشف إن هناك بعض المشروبات اللي بتساعد في عملية تنشيط المناعة الطبيعية واللي بدورها بتعتبر ذات أهمية كبيرة جدا جدا في التغذية العلاجية